بسم الله الرحمن الرحيم Neuroanatomy by Dr. Ayman Ahmed Khonfour Professor of Anatomy and Empyrology Alexandria University هذا الموضوع بتاعنا النهاردة هو موضوع الشيق جدا هنتكلم فيه عن CSF Circulation Cerebrospinal Fluid Circulation هنشوف دلوقتي ايه المقصود بالCerebrospinal Fluid ايه النتشار بتاعته وطبا اتكلم على Fluid يبقى لازم يكون عندي مصنع للإنتاج Production وبعدين عاوزين نحط القانون دلوقتي كان نتفق فيه مع بعض ان مفيش اي Fluid في جسمنا موجود بصورة Static لازم يكون عندي فيه Production وبعدين Circulation بيلفتها معينة وبعدين بيحصل له Absorption بكرة من ثاني There is no Static Fluid in our body otherwise there will be Infection وأكبر دليل على كده الناس اللي دايما عندهم اللي هو Urinary Obstruction ويبقى عندهم Residual Urine في المثانة دول دايما بيبقى عندهم Cystitis التهاب في المثانة الناس اللي عندهم اللي هو Stones في الجول بلادر وبقى فيه Stasis في الجول بلادر بيحصل عندهم Cholystitis اللي هو التهاب في الحوصلة الميارية وهكذا رقيس عليها يبقى لو تبكلم على Fluid موجود في الbrain الفلود ده مواش بصورة Static مواش واقب في مكانه لا There is a Continuous Production وبعدين Circulation وبعدين Absorption في حدة معينة فيها اتساع في المثار بتاع السريبرو سباينال فلود دوت في منطقة السباركينويد سبيس بنسميها سباركينويد سيستيرنس هنتكلم عليها بالتفصيل إن شاء الله وبعدين هنشوف ايها الفونكشن بتاعت السي اس اف وبعدين هنطبق الكلام ده من خلال Applied Anatomy وحيكون فيه practice على مجموعة من short equations كما تعودنا مبدئيا بقى ايه هو السريبرو سباينال فلود دوت تعال كنشوف مع بعض الbrain بتاعنا مواش صبه كده على بعضها لا ده جواه فيه cavities كل جزء من الbrain جواه cavity معين فمثلا اللاترال ده عبارة عن موجود جواه السريبرو المسفير طيب بعد كده عندي اللي هو التوسالاماي اللي أجمع السلاماس ده بيمثله جزء من الbrain اسمه الداين كفالول موجود بين التوسالاماي cavity اسمه third ventricle طيب ايه تاني اه بين السريبيلم والبونز والابر بارة بتاع المضالة في عندي another cavity اسمه fourth ventricle يبقى دلوقتي كده عندي ثلاثة ventricles ده مش كده وبس لا ده central canal بتاعت ال spinal cord يعني ال spinal cord رانوخاء الشوكي بتاعنا ده ماشي مروهاش مصمت لا ده جواه كنال الكنال دي برضو جواه ايه يا جماعة cerebral spinal fluid ماشي طب هو عبارة عن ايه الفلوود ده اه ده عبارة عن clear crystalline fluid مية مقطرة نقية ويمكن ان شاء الله هتشوفوها من اول وانتم امتياز اما بتعمل حاجة اسمها spinal tab يعني بندخل كده ابرة معينة في sub arachnid space في منطقة vertebral colon بناخد بيها sample مثلا من spinal fluid ده علشان نحللها او وطفها يعني بنلاقيه المفروض نورمالي بينزل نقطة بنقطة كده من السرينجة عبارة عن مية مقطرة يبقى ما يقولك ايه هو بقى cerebral spinal fluid ده يلا ندنك بقى كل الشرح اللي فات ده في السطر اللي قدامنا ده اللي هو ايه it is clear crystalline fluid which circulates in the brain and sub arachenoid space نبص كده نبص كده شكل cavities الموجودة في ال brain طبعا واضح جدا عندنا مسؤول animated الجميلة الرائعة دي ادي الشكل بتاع lateral ventricle اهو زي ما اقولكو ده انا اعمل ايدك كده اهو ادي lateral ventricle طيب واللي في النص اللي هو midline cavity يعني lateral ventricle ده بقى عن اتنين one on each side اهو مهمة جدا النقطة دي اللي تقلل ventricle بقى عن one on each side طيب السيرد ventricle ده بقى عن single midline cavity اللي هو موجود between two salami بعد كده intensive space اللي عامل زي الخيمة دوت ده اللي هو force ventricle الخط اللي نازل منه ده بيمثلي اللي هو الجزء من central canal الموجودة في جوه spinal cord طيب زي ما اتفعنا ان there is no static fluid in our body انا بكررها للمرة الالفة هو otherwise there will be infection يعني ايه؟ يعني هيحصل فيه هيجيله بكتيريا من اي حط هيحصل infection فلازل يكون متجدد طلال متجدد يبقى حتكلم دلوقتي على ثلاث نقاط ماشي؟ مصنع للانتاج وبعدين دورة circulation وبعدين system معين بيعمل drainage طيب تعالوا نشوف مصنع الانتاج بتاعنا هي مصنع الانتاج بتاعنا عن طريق structure معين كده اسمه ايه؟ اسمه choroid plexus اللي هي اللي انا رسمها باللون اللي هو اللبني ديت يبقى الانتاج بتاع CSF عن طريق حاجة ايه؟ اسمها choroid plexus موجودة فين choroid plexus دي؟ هنتكلمها بالتفصيل كstructure وازاي بينتج منها float وكل حاجة بس ابدائيا اما اقولك دلوقتي مين اللي بينتج CSF هتقولي choroid plexus اللي هي موجودة فين؟ اللي هي موجودة في كل الفنتجز اللي احنا قلناها دولة الوقت تلاتة الفنتجز اساسيين بس مين لي؟ مين بقى المصنع الانتاج الرئيسي الكبير بتاعنا؟ هو lateral vertical كده انا خلصت من الانتاج بكرنا للمرة الالف عن طريق حاجة اسمها ايه؟ choroid plexus طيب موجودة فين بقى الكوريب plexus ديت؟ هتقولي ما انت لسه ايه لنا موجودة في التلاتة فنتجز ICD بس احنا بقى عندنا في الاناتومي لازم عشان بنحبك لازم نتقلع ليك سابنا كده ونقولك الaccurate position بتاعها تعال نشوف مع بعض بالنسبة للكوريب plexus بتاعة lateral vertical شوف ادي one lateral vertical وهدي another lateral vertical ده كده هنا midline اهو يبقى هنا laterally medially طب الكوريب plexus موجودة فين بقى بالنسبة lateral vertical موجودة في medial wall بتاع central horn هنعرف دلوقتي ان lateral vertical ده بيكون من اربع حجرات ماشي طيب موجودة فين بقى فيه موجودة فيه اللي هو medial wall بتاع central horn وال inferior horn بتوع مين بتوع lateral vertical طب بالنسبة third vertical اللي هو ده فين مكان الكوريب plexus اللي موجودة فيه موجودة في الروف بتاعه السطح بتاعه اهو من فوق خلص اهو هتقولي بس ان اشايفها على الرسمة اللي اتنين بلاكسس دولة communicating with each other اقولك فعلا هما communicating with each other وبصراحة كده انا بشابهم دايما شكلهم عامل زي الناجفة عشان تنور على الجنبين وحتنور فين كمان لتحت طيب بالنسبة لل fourth vertical اقولك اه ان شاء الله فيها بعد هندرس كل vertical من دولة اعمل له محاضرة لوحده هقولك ان الفورس فنتكل ده عبارة عن تنتق shaped space يعني حيطة كده اهو وتعمل ايدك على كده اهو ماشي الحيطة دي هي دي الفلور والروف عندي عامل كده اهو يبقى له upper part of the roof والlower part of the roof هي موجودة فين بقى جماعة بالنسبة لل fourth vertical موجودة عند lower part بتاع الروف تبقى موجودة هنا كده خلاص يبقى دي التلت اماكن استراتيجية بتاعة وجود ايه جماعة اللي هو وحدة الافراز المصنع بتاعنا اللي هو اسمه Chorroid Blexuses طيب ايه اللي structure بتاع Chorroid Blexuses ديت تعال نشوف مع بعض عايزين نفهمها كده مع بعض واحدة واحدة هو هتنتجه منين يعني CSF ده ما اكيد من الدم بتاعنا اذا Chorroid Blexuses دي بتتكون من Capillary Network يعني ايه Capillary Network يعني داخلها Small Arterial يبدأ يتكسر يتكسر يعني يبقى reformed reformed يطلع منها Small Vinyol التكسير اللي حصل ده بنسميه Capillary Network خلاص يبقى structure بتاع Chorroid Blexuses ديت انا هاخدهم كده ايه من جوه لبرا وهعيد من تاني وهبسطها بصورة اكتر هقولك ان اول structure عندي في المكون بتاع الكوروب الكسس هو حاجة اسمها Capillary Network ماشي فيها روة الدم داخل وخارج طيب هسألك سؤال بسيط جدا وده بتتسأله هقولك البلود فيزلز بتاعت البراين ايه المكان بتاعها هتقولي موجودة في sub arachenoid space عشان ما تتوتش مني انا عندي ثلاثة كفر موجودين على البراين من برا خالص حاجة اسمها ديوراماتر يليها arachenoid ماتر وهان بقى كده بايا ماتر هي موجودة ايه بقى بين الاراكينويد والبايا ماتر يبقى عشان تدخل للبراين لازم حتعمل بوش تاخد معها كفر من مينة جماعة من البرايا ماتر حاجة اللي انا اسمها باللون البوني ديت من تاني ما تقلقش او المكون عندي كابيلري بليكسوس جاية منين؟ جاية من البلود فيزلز اللي هي ماشية فيه الصب arachenoid space طيب يبقى عشان تدخل الى البراين يبقى لازم حتعمل انفاجينيشن وهي دخلة لاخر طبقة للانرموست لير اللي لازقه على البراين اللي اسمها ايه؟ بايا ماتر ادتني تاني كافر اهوة لمين؟ لالكورويد بليكسوس طب بعد كده فضلت دخلت 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 جوه ماشي عندي الكافيتي بتاع اي جزء من البراين متغطي باللاير من الابيسيليل سيلز اسمها ابندايمة اسمها ايه؟ ابندايمة يبقى ده التالت كافر هتاخده او تالت مكون للكورويد بليكسوس وبقول من تاني الابندايمة هي عبارة عن ايه؟ عبارة عن الابيسيليل سيليل بتاع العامل كده لازم يكون عندك ورقتين كده اهوة وانا جبتي ايدي وبعمل بوش كده يبقى لازم ايدي دي هتاخد غطة من الطبقة الاولى اللي هي البيامتر هتدخله جوه هتلاقي اللي هو الابندايمة تديها كمان يا جماعة كفر ده كده كان الاستراكشور بتاع الكورويد بليكسوس طيب بعد ما ما تكلمنا على الاستراكشور بتاع الكورويد بليكسوس طيب ازاي بقى بتكون عندي السي اس اف ازاي بتكون عندي الكلير كريستال لاين فليويد ده وقت بصوا ادي الكورويد بليكسوس و ادي ماشي جواها الدم بتاعنا لاحظ يا جماعة انما حاجة عندي تكون ماشية في وايدر اليومن وتدخل في اليومن نارور بيبقى الضغط هنا زايد بصوا بقى اللفظ اللي انا عايز اقوله بالبلادي ده بيبقى الضغط هنا زايد في وجود الوول هنا بتاع الكورويد زايد بيكون فينيستريتد متخرم فبينز منه فليويد بينز دي يا جماعة اللي هي بيحصل عندي حاجة اسمها فلتريشن بصوا يا جماعة الشتاء اللي نازل ده اه يبدأ هنا ينقط مين يا جماعة اللي هو الكلير كريستال لاين سي اس اس سي اس اف فليويد يبدأ هنا اما اقولك اقول لي ازاي الميكانيزم بتاع البرودكشن اوف سي اس اف فرم زا كوروب لكسس هتقول لي كلمة واحدة كلمة واحدة هتقول لي باي مينز اوف فيلتريشن يعني عامل بالظبط كده لو كنتو اخدتو ليرينوري سيستم عامل زا فكرة كده الجلوموريولاس وازاي بيكون اليوري خلاص بيحصل حاجة اسمها ايه فلتريشن طيب بعد ما شفنا الستركشن بتاع الكوروب لكسس ونتج عنها اللي هو السي اس اف فليويد طيب هل الفليويد ده تم انتاجه ووقفها قاعد في الفينتريشن دي كافت بصورة ثابتة احنا قلنا اطلاقا لازم يكون ايه يا جماعة بيحصل له سيركيوليشن عشان نفهم السيركيوليشن دي يابد اين دي اللي هيفهمها اما يدخل بعد كده على الفينتريشن بقى حيلاقيها اما بنشرحها بعد كده في المحاطر اللي جاية هلاقيها سهلة جدا عشان نفهمها انا هشرحها على سورتين واحدة بانا ااخد كورونال سيكشن والتاني انا باصص لاترال فيو لان كل واحدة منهم حبين لي داتا معينة ومش هيتفهم اللي عن طريق السورتين دولات نبدأ عندي بقية يا جماعة بالكورونال سيكشن تعبقى نسترجع كده مع بعض ادي اللاترال فينتيكل عبقى عن one on each side ادي السيرد فينتيكل ادي الفورس فينتيكل وادي السنترال كنال الموجودة في السباينر كورونال يلا نبدأ مع بعض خط الانتاج الرئيسي بتاعنا بتاع السي اس اف موجود في مين؟ في اللاترال فينتيكل اللاترال فينتيكل يبقى حبدأ بقى الباص رئيسي بتاعي من مينة جماعة من اللاترال فينتيكل طيب هنتقل من اللاترال فينتيكل يوصل الى السيرد فينتيكل عن طريق فتحة معينة هنتقل معنا بالتفصيل دلوقتي بعد كام سلايد كده اسمها انتر فينتيكلر فورمن هقول من تانى عشان اربط الكلام ببعضه يبقى the CSF is formed in all ventricles but mainly the lateral ventricles ادي اول بارغراف انا بحب اقوي النظام بتاعي ماشي؟ طيب the CSF passes from the lateral ventricle to reach the the third ventricle through the interventricular formula طيب بعد كده البارغراف اللي بعد كده then it passes through what's called central canal of the midbrain لها اسم تانى اسمها aqueduct of sylvius هتحدفوا لي على فين؟ على tint shaped space لا سرعت لو انت بتشوفني كل واحد يعمل كده دلوقت ماشي؟ التنت shaped space ده اللي انتوا شايفينه دوت ماشي؟ اسمه يا جماعة اسمه force ventricle طيب بعد ما وصلنا لل force ventricle بص يا سيدي اعمل ايدك كده تاني force ventricle قلنا له floor اهو وله roof الroof ده بيكون من upper part and lower part the lower part ده شكله مسلس المسلس انتوا شايفينه ده فيه خرم على الجنب هنا وخرم على الجنب هنا وخرم الواحده واقف تحت خالص هنا ماشي؟ الخرمين اللي على الجنبين دولة اسمهم form of logica logica يبقى lateral form اسمه يا جماعة logica form of magic ادي يا جماعة form of logica و ادي هاية ادي one و ادي one و اللي في النص دي اسمها form of magic خلاص هيقدفوه فين يا جماعة اه ال exit بتاعه هيعدي من خلال اللي هو 3 form of logica وينزل كمان في central canal بتاعت spinal code يبقى وصل لفين يا جماعة وصل الى حاجة اسمها ال sub arachenoid space عاوز اعيد علىها تاني جزء من الفلورت هيعدي في central canal ماشي هينزل ويطلع بالاهداف بقى بتاعت ال ابن دايما المبطنة جوه ماشي؟ طيب والجزء ال اكبر هيعدي من form of logica and form of magic هتحدفوه لي عرفين يا جماعة على ال sub arachenoid space ماشي؟ طيب الحيب في ال sub arachenoid space دا هيبدأ تاني يتحرك الفلورت ماشي؟ يفضل ماشي ماشي اهو on each side هينتهي هنا ب structure معين هنتكلم عليه في slide لوحدها فيما بعد اسمه arachenoid villi and arachenoid granulations ماشي؟ دي وحدات الصرف بتاعتي وحدات ايا يا جماعة وحدات الصرف بتاعتي هتصب لي بقى يا جماعة الفلورت دافين في superior sagital sinus يبقى كده دخلت على مين؟ على systemic circulation بصوا انا انا اشارحها مرة كمان فلو سمحت متحسش بملل من الاعادة انا بعيد وازيدة علش عينك بص المرة دي اعاوزك تقول معايا خلاص؟ وعاوزها في الاجابة بتاعتك المعلومات تدخل في زينك كده بصورة منظمة زي ما بقول كده شوفوا قد ايه المجهود اللي انا ببذله في كل محاضرة علشان اعملها بستيبس منظمة بتاعتك معينة علشان تدخل في زينك بصورة منظمة علشان المعلومة تخرج بصورة منظمة يلا نقول مع بعض The CSF is secreted in or produced in all ventricles but mainly the lateral ventricle عبدأ بالlateral ventricle The fluid passes from the lateral ventricle to the third ventricle through the interventricular formula Then it passes from the third ventricle to the fourth ventricle through the central canal of the midbrain or what's called aqueduct of sylvius From the fourth ventricle this fluid finds its way in the central canal of the spinal cord and three foramina present in the lower part of the roof of the fourth ventricle these foramina are two lateral foramina which are the foramina of logjka and a medium foramen which is the foramen of majinji طب بكتريب الفلوت وصل لفين in the sub-arachenoid space طب from the sub-arachenoid space there is what is called arachenoid villi and arachenoid granulations that drain the CSF into the superior sagittal sinus so that it entered now the systemic venous circulation والجزئية بتاعت الدرينيش دي هتكلم عليها تاني بالتفصيل حالا دلوقتي طيب عرض أقول تاني بقى ندي تاني rapid review كده على اللي احنا قلناه في السلايدر اللي فاتت بس عن طريق lateral view زي ما أبعدتكم the fluid is formed in the three ventricle لو CSF is formed in the three ventricle but mainly the lateral ventricle طيب اللاترال ventricle أهوت ماشي بيطلع منه الفلوت أهوت عن طريق حاجة اسمها interventricular form وصل للسبيسيانالي اسمه إيها جماعة third ventricle then it passes through the central canal of the midbrain or aqueduct of sylvius that leads it into the fourth ventricle from the fourth ventricle it enters through هايت أدي السنترال أدي بصوية أهوت وعما كده عن طريق الثلاثة فرمنا بتوعنا حيوصل لمن للسب arachinoid space from the sub arachinoid space it reaches what's called arachinoid villi and arachinoid granulations to drain into the superior sagittal sinus so that it reaches the systemic venus circulation ليه يا رجاء؟ عاوز تجرب مرة كده على السلايد دي توقف الفيديو وتشرحها لنفسك والسلايد الفيديو برضو توقف الفيديو وتشرحها لنفسك طيب وانت بتشرحها لنفسك بقى حتزود نقطة كده الاندي تكة مهمة جدا عايزين نقولها دلوقتي وانعيتها تاني فيما بعد اتكلمت انا مرتين ده هتغلت قلت كلمة ايه interventricular formula اللي هي الحمرة اللي انا رسمها دي طيب عايزين نتكلم عليه اما قولك بتوصل منين لفين ال interventricular formula هتقول لي بتوصل عندي من اللاترال vertical دي تاني جاي قايل الباونز بتاعتها the interventricular form which is present between the anterior tabring end of the or the anterior narrow end of the salamis and the colon of the fornix يلا يبقى شاطر فيكم بقى اللي يعرف يكتبها كتابتا CSF circulation اللي احنا قلناها دا يلا الحال هي دي الصورة دي رسمة الاطلس اللي انا اكتهدت مع نفسي كده على الفوتوشوب ورسمت زيها اللي هي الرسمة السابقة وقادي شكل الاراكينويت فيلاي والجانيوليشنز اللي هنتكلم عليهم بالتفصيل بعد قليل هادي يعني رسمة مجسمة ظريفة جدا جدا بس طبعا اكيد رسمتي احلى تعالي نشوف كده يا جماعة الشكل بتاع ventricular system هيا اجاب لكم مجموعة من الانيميشنز في غاية الجمال رائعة بصة يا جماعة الشكل بتاع هادي اللاترال فنتيكلز وهادي السيرد فنتيكل وهادي الفورس فنتيكل وهادي الانتر فنتيكل هادي الانتر فنتيكل الفورمين هايت وادي الاكويداكتر اوف سيلفياس بص ما كانها فين بقى؟ هي بتعدي من خلال الميت برين اعرفوك اوه ده كان فيديو وانا حاولته الى حاجة اسمها gif picture عشان يبقى resolution بتاعه والعرض بتاعته تبقى ايصر بالنسبة لي وبص الشكل بتاع اللاترال فنتيكل عشان كده هنشاهه بعد كده اعمل ايدك كده بالظبط احنا شفناه مارتين اهوت نشوف منظر تاني بقى يا سلام مش ممكن يعني انا مش قادر اسيب الصورة دي نشوف يا جماعة هنا ازاي الفلوود اه مصنع الانتاج الحجر الاساسية المصنع الرئيسي نزل الى السيرد فنتيكل نزل الى الفورس فنتيكل اه نزل في السنترال كاناء والصب اركنول سبيس طالع عادم في الصب اركنول سبيس حيتفلتر فيه اللي هو الاركنوريد في اللاي انتجانيوليجنز دخل جوا مين السوبيريور ساجتال ساينس نشوف اكرا مرة انا عجباني قوي الانيميشن ديت طيب انا عايز انتاز الفورسة يا جماعة ونتكلم بقى على كم نقطة ابلايت كده هو مصار مصار الفلوود ماشي يعني لو حصل مثلا اوبستركشن انسداد عند مثلا الاكويدكت اوف سيلفيس يبقى الضغط هنا حيزيت يبقى يحصل دايلاتيشن في السيرد فينتجل ويحصل دايلاتيشن في اللاترال فينتجل طيب لو حصل اوبستركشن عند الانتر فينتجل الفورمان ماشي يبقى مين الكافتي اللي حبقى دايلاتيد اللي هو اللاترال فينتجل خلاص شاية الكلام ده هتوقف عليها اسئلة ومالتوا بتشويس كويتشنز مهمة جدا فيما بعد مهمة جدا حقيقة برضه بالبحث كده عجبتني السورة داية بص تخافش دي مش تعابين ولا حاجة دا سريبرو سباينال فليود شوف يا جماعة جميلة جدا طيب طيب نتكلم على الشق الاخير دوت ونديله حق شوية اللي هو هزا بيحصل الابزوربشن لسي اس اف اللي هو السريبرو سباينال فليود بصوا أنا خدت الجزء اللي فوق خالص من الصورة ده وعملنا له ماجنيفيكيشن ماشي؟ ادي البرين تشو اهيت متغطية بالبايا ماتر وبعين ادي الاراكينويد ماتر وادي الديورا ماتر اللي سبيس اللي هو ما بين البايا والاراكينويد اللي هو يعني تحت الاراكينويد يبقى اسمه سباراكينويد سبيس اللي هو كان بيمشي فيه مين يا جماعة السيبرو سباينال فليود طيب هيحصل هنا كده افاجينيشن اهوت خلاص هيكون لي حاجه اسميه يا جماعة اسمها اراكينويد فيلاي اند اراكينويد جرانيولايشنز ايه الفرق بينهم؟ مفيش فرق هم الاصل هو الفلاي بس دي ميكروسكوبك استريكشن الاجريجيشن بتاعها مع بعضها ماشي؟ بتعملي الكولكية اللي احنا شايفينها ديت اللي اسمه هي يا جماعة اراكينويد جرانيولايشنز خلاص؟ طيب ايه اللي بيحصل فيها يا جماعة؟ تبدأ هي تعمل ماشي؟ يحصل ان الفلويد يعدي منها يدخل جوه مين يا جماعة؟ السوبيريور ساجتال ساينس ماشي؟ يعني من تاني يا جماعة الاراكينويد فيلاي باللاي طبعا عني حاجة ميكروسكوبك الفلويد يعدي منها من ضغط عالي الى ضغط اوطى ماشي؟ اللي هو مين يا جماعة الدم الموجود في السوبيريور ساجتال ساينس يبقى كده يا جماعة حصل درينيج لسي اس اس اف في السيستيميك سيركيوليشن صورة ماجنفايد اهوت الدقفة كده مع بعض ودعا لانتشوف برضو فيه انيميشن حلو جدا لقيته اه بص بص شوف شوف المسار يا جماعة بص الاول هنا كده اركز فيها وبناخد الحتة ديت وكبارة هنا اهو اه شوف 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 الفلويد بيعدي منين؟ من الاراكينوريد فيلاري والجانيوليشن يصب فيه البلويد الموجود فيه السوبيريور ساجتال ساينس لا ده انا كده بمدل لكم على الاخر اهوت يعني صورة مش معبرة وبس دي رائعة رائعة انا ذا روان شوف انا ذا روان انا ذا روان شوف سب اراكينوريد سيستيرنس ونبص كده المنظر ده مع بعض طبعا كفونكشن سيس اف ده بقى يعني ايه ده اللي هو كلام بتاع الفيسيولوجي اللي هو بورتيكشن البريين واكسكريشن وفي سابستانس والكلام ده كله ده كلام نازل انا بتكلم على الاناتونكالبوينت اللي انا بركز عليه ايه المقصود بكلمة ساب اراكينوريد سيستيرنس ديت هي اسم على ما يسمى ساب اراكينوريد انا بتكلم على اجزاء معينة في ساب اراكينوريد سبيس اما بيحصل فيها بص اتساع شوية كده تحولت الى حاجة اسمي ايه يا جماعة سيستيرنس يبقى الساب اراكينوريد سيستيرنس ديت عبارة عن ويدند اريا في الساب اراكينوريد سبيس طيب ايه هم بقى الساب اراكينوريد سيستيرنس ديت فيها حاجة اساسية كبيرة والباقي مفهوم تعرفوه جاست كانيوميشن اول الاول سيستيرنة عندي يا جماعة اسمها سيربيلو مضلري سيستيرن اعتقل ان يعني مين اسمها بيدل على مكانها ماشي موجودة بين ايه يا جماعة موجودة بين الانفيروسيرفس بتاع السيربيلوم ماشي والمضالة اهو ودي بتعمل بتكوميونيكيت مع اللي هو الفورس فينتيكل دي اللي بيصب فيها الفرامنة اللي هو الميديام فرامنة اللي احنا لسا عيلينا في بداية الشرحة بتاعنا تاني سيستيرن اسمها بونتاين سيستيرن اهيت اللي بشارع عليها ديت دي موجودة انتير تو سيبونت ودي ببقى موجود جواها البازيلر ارتري خلاص اللي بعديها اسمها انتر بيدانكيلر سيستيرن انتر بيدانكيلر سيستيرن احنا عارفيني اللي هو الميت برين فيه جزء هو عمزة الشورتة كده ماشي؟ الجزء اللي طالع منه قدام العمزة السبعينة دوت دول اسمهم سريبرال بيدانكيلر يبقى المنطقة اللي بينهم دي اسمها انتر بيدانكيلر سيستيرن ودي موجود فيها الصيركلوس ارتريوزس اللي هي الصيركل اوف ويلز بقى كده عندي بقى نقول له المنمشن سريع بقى اللي هو سيستيرن of the lateral venticle دي موجود عند اللي هستيرن بتاعت اللاترال سالكس ودي بقى موجود فيها بقى كده عندي سيستيرن of great cerebral vein سيستيرن أوفزا أوبتك كريازمة سبرا كالوزال سيستيرن فوق كوربس كالوزم وبعدين سيستيرن أوفزا لامنا ترمينالس وبعدين لامبر سيستيرن دي اللي هو بلوء الليفل بتاع نهاية السباينال كورد بصوا كده المكان المميز ده والمكان المميز ده وده دول أشهر أو أكبر ثلاثة سيستيرن سيبيلوموضالري وأدي البونتاين سيستيرن وأدي الإنتر بيدانكولر سيستيرن بعضو من خلال الصورة ديت نقدر نحدد إيه الأماكن اللي أنا رحست أن حصل فيها اتساع أهوة اتساع في الصب أراكينويد سبيس اتساع اتساع أهوة ملتوبة شرائز ملتوبة شرائز ملتوبة شرائز عاوز الكل يتضرب عليها حتفدنا في حاجات كتير جدا في المنهج اه دي الانتر في انتر كلا فور من اه والبوستير باندي بتاعتها ايه يا جماعة السلامس CSF انترز the venus system through which of the following اراكينايد في اللاي ولا سستيرنا ماجنى ولا سب اراكينايد فينز ولا capillaries of the ibn daima اعتقد يعني خلاص قلت لابحسن السؤال دوت هو ايه يا جماعة الاراكينايد في اللاي يلا تعالي شو بقى practical questions identify the pointed structure سربلو ميضالري سستير identify the pointed structure مش يعني دا حيني فهمه اكتر اما ناخد اللي هو third venticle دا اللي هو اسمه great cerebral vein وهو دا اللي بحاولينا اتساع شوية في الصب الاراكينايد سبيس لسا ينيو دلوقتي اتساع شوية في الصب ايه يا جماعة طب الحين نعمر دا من الاسئلة انا هبطلو منكم حاجة بطلو منكم ان انتو دلوقتي هتشوفوا الصورة ديت اهوت ماشي وانا مش هتجاوب عليه انا عاوز تبعاتلي الاجابة ورا بعد كده اول ساهم كان على كذا اتنين كذا تلاتة كذا اربعة كذا وانا حب احافظ طرق النوب يلا كله اعاوز 作ديان اتنا اتنين 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 هنا نبشر على Space ماشي Identify Identify وصلنا إلى المحطة الشيقة وهي Interactive Quotations تعالوا نشوف مع بعض A mother noticed marked gradual enlargement of the head of her newborn baby أم لقت الرأس بتاعت البي بتاعتها بتبدأ تكبر 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 شوفوا المنظر بتاعتها طيب What's your provisional diagnosis إيه تشخيصك المبدأي And what are the investigation tools that could be used in the diagnosis عافية المنظر ده عافية المنظر مؤلم جدا ولكن بصراحة أي حد فيكم حيمر عندنا في وحدة جراحة المخ والأعصاب حتلاقي المنظر ده متكرر كتير وحالات كتيرة محجوزة عشان بيتعمل لهم عملية معينة كده حقولها يعني بالمرة هي اسمها Shunt Operation يعني يعني بس أنا كده حلت الproblem أنا حقولها واعتبروني ما قلتهاش ما سمعتوش حاجة يعني بتجاب أسطرة معينة بتحط جوه الكافتي بتاع البرين وبتنزل في الصابكوتين يستشو الصابكوتين يستشو بتاع الرقبة وتنزل لغاية تحت خالص ينفدوها لغاية البطن تصب في البريتونية الكافتي يبقى أنا كده عملت للاكسس سي اس اف الى البريتونية الكافتي واسمها Shunt Operation ماشي؟ طبعا الأسطرات رفاياعة جدا والعلمكم يعني بيبقى فيها هنا كده مضخة ماشي؟ بمب بيسمها بمب يعني الأم من قل لآخر لازم بتوع تتكي عليها كده طبعا كل ده تصب كوتينيس علشان ايه؟ كأنك بتسلك حاجة دوات علشان الفلويد سعب بيحصل فيه شوية organization اي حاجة او اي شوية تلايي وفيه بتاع بيسده فلازم تقعد تتكي علي البمب كده من قل لآخر بحيث ان تبقى دائما السكة سلكة يقول الـ Excess في لود اللي تكون في الموق دوات ينزل الى اللي هو البريتونية الكافتي وطبعا ده حل يعني ما قدمناش غيره خلاص وأحيانا بتتسد الشنط ويدخل تعمل عمية تسليك الموضوع كبير جدا بس هو ده جماعة الفيلد الطب بتاعنا على قد من تشوف حالات مؤلمة كده ولكن يعني بصراحة يعني يعني مهنة الطب بتاعتنا ديت مهنة يعني فوق يعني فوق رائعة من حيث ان هي بتعالج حاجات مناظر طبعا زي متشايفين كده منظر صعب جدا وطبعا الحجم يبدأ يخف شوية وحتسألوني طبعا بقى يعني ده هيكمل حياته ولا الله أعلم حتسألني حيبقى طبيعي ولا المنتاليتي بتاعته الله أعلم خلاص أتمنى نكون فهمنا المحاضرة إن شاء الله ونحاول بقى نربطها ب اللي هو بقى بتاعت كل واحد من اللي أنا عملهم فيما بعد كل واحد محاضرة سيبارت لوحده شكرا كثيرا